ستوديو في البيت بسعر مناسب اهلا بيكم النهاردة حلقة مهمة جدا وناس بتبعتلي تسألني كتير ازاي اعمل ستوديو في البيت بسعر مناسب ليا طيب احنا عشان نتكلم في الموضوع ده الموضوع ده يعني يتشعب وموضوع كبير ولكن احنا نحاول نلخص الكلام ده كله بحيث ان احنا نوصل للمفيد في حلقة واحدة اولا انت عاوز تعمل ستوديو في البيت ليه ممكن يكون لك غرض متقسم مثلا لعدد من المستويات المستوى الاولاني هو المستوى الاساسي ان احنا كلنا بنعزف آلة موسيقية جيتار كيبورد كامانجا اي آلة موسيقية عود ومحتاجين ان نسجل اعمال لنا اجت لنا خفيفة كده لنا سواء بالنسبة لنا نطور افكارنا الموسيقية او نتمرن معاها او نعرض افكار موسيقية جت لنا ونخلصها في صورة مقبولة اللي الناس تسمعها وممكن تشوفها على السوشيال ميديا او حتى كمان على انها تبقى بمستوى احترافي ان انا انشر شغلي فده اول مستوى تاني مستوى انا عايز اسجل الاعمال بتاعتي ديت واضيفة عليها اصوات بشرية عندي في البيت هسجلها وهخلي الاصوات البشرية ديت والالات الموسيقية اللي انا بستعملها دي تعمل عمل خاص متكامل ليا انا هعمل بي تسويق لنفسي مثلا حط حكتي على اليوتيوب اه اودي حكتي للاي تيونز مثلا او لساوند كلاود والناس تسمعني وتشوف موهبتي او تشوف اللي انا عملته ايه بالزبط ده تاني سبب تالت سبب بقى انا هعمل دوت الستوديو ده كمان هفتحه لغيري يعني فيه غيري كمان هيجي يسجل عندي هبقى انا مهندس صوت هسجله شغله لو انا مهندس صوت وعندي معلومات موسيقية ساوزع له شغله كمان في الموسيقى وان انا اخد الموضوع ده يعني نوع من الحرفة او نوع من التجارة اللي انا بعملها او الخدمة اللي انا بقدمها الناس تانية انا بدعوكم انكم تراجعوا حلقة الفرق بين مهندس الصوت وما بين الموزع الموسيقي لان فيه ناس كتيرة بتخلط بينهم الحلقة موجودة على قيمة هندسة الصوت بتاعتنا يا جماعة مهندس الصوت هو الراجل الفني اللي مسؤول عن اخذ الصوت منك او الاصوات او اي اصوات الات او تسجيل حفلة لايف او تسجيل بالات مختلفة في الستوديو او واحد لوحده او تركات زي ما يحصل ونقل كل الكلام ده بصورة امينة الى السوفتوير او الى جهاز تسجيل محترف وفي نفس الوقت بعد ما بيخلص خالص مهندس الصوت بيبقى مسؤول عن اخراج العمل فنيا بأصوات دقيقة مثلا او الصوت بتاعته تبقى عالية مسؤول الى حد ما عن التأثيرات الصوتية لو هو بيفهم في الموضوع ده شوية بحيث ان يخرج العمل في رونق معقول وبيسموه المسترينج موزع الموسيقي مسؤوليته مش التسجيل موزع الموسيقي مش مسؤوليته التسجيل موزع الموسيقي مسؤوليته ان ياخد خط لحني او هارموني او اي حاجة ويعمل الموضوع ده موضوع موسيقي متكامل فيبقى عنده خيال موسيقي راجل بتاع الموزع الموسيقي ده محتاج انه يدرس هارموني ومحتاج ان يدرس ميلودي ويعرف الالات الموسيقية طباحها ايه ويكون عنده بعد كل الدراسات بتاعته كمان حس فني ايه اللي يطلع ايه اللي ما يطلعش ده سطو حلو انا مجموعة اصواتي اللي بطلعها انا عامل فكرة حلوة كذا انا هطور نفسي هعمل فكرة تانية كذا افكار موسيقية كده ده الراجل موزع الموسيقي ده عازف موسيقي بالزبط زي زي اقل تانية دارس موسيقى يعني ده راجل شابه مايسترو يعني بيهيمن على كل العمل الفني ويخرجه بالصورة اللي يرضى بيها الناس اللي عزفت او الناس اللي غنت او الناس اللي عايزة تسمع فده الموزع الموسيقي او اتفكر الموزع الموسيقي اللي بيحطوا موكروفوناته قدام الناس ويسجل لهم وخلصوا حطها على الجهاز كمبيوتر ولا بتاع ويحطوا له شوية اوتو تيون ولا شوية مش عارفة وخلصوا ده اسموا كده موزع موسيقي ده مش موزع موسيقي ولا حاجة ده الراجل مافيش يعني الموزع الموسيقي لازم يكون فاهم موسيقى كويس جدا يكون فاهم الات كويس جدا طبيعة الالات والرينج بتاعها يكون عنده وعي تام الالات دي بتعمل ايه الاصوات البشرية والرينج بتاع الاصوات البشرية بالاضافة للتكنيكات كمان يكون عارفة ازاي تعمل كورس مثلا ازاي تعمل واحد هيعمل فوكل مثلا هيعمل كورس او كزا في قمة الموسيقى مثلا بتاعة الاغنية او بتاعة المقطوع ازاي يركب كورس فوكل ازاي يركب الات مع بعضيها طب الجيتار يتسجل كم مرة والبيز يتسجل كم مرة طب يستعمل انواع بيز ايه طب يستعمل انواع جيتار ايه طب هالجيتار بيز واحد ولا ثلاث انواع ايه يعملها ازاي طيب بنسبة لالالات ديت ايه اللي هيبقى في الخلفية كمان جات ولا بيانوهات ولا الات اقاعية ولا هتبقى الات نفخ مثلا ترومبيت وبرس سيكشن كل الكلام ده ده اختيارات الموزع الموزع ده مؤلف موسيقي يا جماعة ده بياخد خط ميلودي وخط هارمون ويعمل منه عمل موسيقي متكامل يوزع لاركسترا كمان في بعض الموزعين بيوزعو لاركسترا بيسموه الموزع ده برا الرينجر يعني منصق كل شيء الراجل ده بيعمل العمل الموسيقي ويخرجه في ابها صوره ده شغلانة زي المؤلف الموسيقي وممكن يكون المؤلف هو موزع موسيقي كمان يعني بيقلف الموسيقى ويوزعها كمان المؤلف الموسيقى هيبقى متخيل الخيال كله في دماغه فما تخلطش ما بين مهندس الصوت وما بين الموزع الموسيقي احنا بنكوننا بنقول ايه نرجع تاني ستوديو في البيت طيب انت عندك افكار موسيقية واحنا قلنا التلاتة بتاعتنا اللي احنا واحد عايز يعمل بس مجرد ادامه تساعده على التمرين ويطلع شوية افكار بسيطة كده يعرضها على الناس تاني حاجة هعرض افكار معقدة شوية بتاعتي برضو وان انا هعرض نفسي بطريقة اقوى لان انا عندي خبرة في موضوع التوزيع وخبرة في موضوع التسجيل لوحدي تالت كاتيجوري ان انا هفتح الموضوع ده كمان للخارج اللي عايز يجي يسجل عندي انا بعمله بقى استوديو والناس بتأجرني بالساعة عشان اه اسجل لهم السيشنز بتاعتهم وعلى فكر الكلام ده منتشر حتى برة يعني انت مش شرط يكون عندك استوديو كبير عشان تعمل شراية وانتاجات من المسيلي لا خالص يعني مثلا حفلة في المدرسة محتاجينها مصرحية في المدرسة مثلا المدارس كلها بتعمل مصرحيات وبتعمل حفلات وبتعمل كزا محتاجين شوية اطفال يسجلوا كرال معين علشانها تتعزف في الخلفية ده او يحفزوا للولاد او تبقى في خلفية المصرحية اللي بتتعمل في مدرسة ابتدائي بتيجي المدرسة ومعها الاطفال بتوعها ويعودوا يسجلوا السيشن ده عند راجل فاتح البيت بتاعه فيه اوضة عاملها استوديو بيسجلوا فيها مفيش اي مشكلة في الكلام ده خالص طيب هل ينفع الالات اللي انا هستعملها في الستوديو بتاعي تنفع في التلاتة ممكن بس ممكن البودجت بتاعتي هتكون اعلى شوية لو انا عايز اعملها لنفسي بس بامكانيات محدودة مثلا هتبقى فرق بينها وبين ان انا بعملها بحيس طلع الكواليتي بتاعها اعلى حاجة تقدر تطلع من استوديو بيت كفاية كلام بقى في الجنرال ونتكلم في التفاصيل احنا محتاجين ايه بالزبط اول حاجة انت محتاج جهاز كمبيوتر جهاز كمبيوتر الجهاز الكمبيوتر ده ممكن يكون ديسكتوب وممكن تكون لابتوب ايه الفرق بين اتنين ديسكتوب اللي هو الجهاز الكبير اللي ليه شاشة واغلب الناس هتلاقي عندهم جهاز من دوت في البيت نوعا ما دلوقتي كان زمان الجهاز دوت بيبقى اقوى كتير جدا من اجهزة المحمول ولا زال يعني الجهاز ده اقوى بمراحل وسابق اللابتوب شوية كان اللابتوب زمان يا دوبك ينفع تسجل بيه ساشنز برة وميكس عليه في البيت كان عايبقى برضو شوية ايه محتاج شوية عناية منك انك انت تعمل شوية تحيل عشان اللابتوب هتبقى بتاعه اقل من ان هو يستوعب موضيع معقدة وكده كانت لازم تبقى حريش شوية وانت بتسجل في مولتي تراك يعني عندك تراكات كتيرة وعندك بتعرض وبتزيع وبتسمع وبتعمل وتعمل الالات موسيقية والات ايقاعية والات افكتس وكده فكان لازم تبقى اخد بالك جدا من اللابتوب الديسك توب لو انت محتاج الديسك توب طبعا الديسك توب البروسيسور بتاعه بيبقى اقوى والماذر بورد اقوى والرامات بيبقى اعلى وارخص شوية من اللابتوب فعايز انت جهاز من الاتنين دلوقتي اللابتوب بالعصر بتاعنا دوت بقت قوية جدا والبروسيسور بتاعها قوي جدا وان شاء الله اللابتوب كمان مش هيعجزك في حاجة وتقدر تستعمله ببساطة وفيش اي مشكلة فانت محتاج جهاز من اتنين مواصفات ايه الجهاز طبعا انا على اما اعتقد ان الجيل بتاع البروسيسور زي اللي اسمه كور اي سري كور اي سري ده هيبقى كويس جدا وده بعد الديول كور بعد الديول كور بعد الديول كور اي سري كور اي فايف احسن حاجة طبعا كور اي سابن لو انت هتاخد اعلى حاجة اه اجهزة الكمبيوتر كلها ده طبعا بتستعمل الرامات الرامات ديت بتبدأ مسلا دلوقتي على ما اعتقد انه ما شفتش جهاز فيه اتنين جيجا بايت رام مسلا من بتاع خمس ست سنين يعني اقل حاجة بتبقى اربعة تمانية معقول ستاشر افضل حاجة اتنين وتلاتين تبقى انت يعني عملت جهاز قوي جدا يعني تمانية او ستاشر اعتقد ستاشر هيكون افضل ليل انك ساعات مش بتعمل بس اه صوت لو ستاشر هينفعك كمان في الفيديو فهخليها ستاشر احسن خاصة الرامات مش غالية يعني مش هي دي اللي هتبواز لك تمن الديسك توب او اللاب توب اه اهم حاجة في الكمبيوتر بالنسبة للميديا يعني اللي احنا بنعملها دي البروسيسور والرامات واخر عنصر مهم جدا الهارد ديسك ده ناس كتيرة بتاخدش بلا منه يقول لك انا جبت هارد ديسك اتنين ترى جاب هارد ديسك اتنين ترى بس انت عندك هارد ديسك تاني متين ستة وخمسين بس حاجة بيسموها اس اس دي يعني مفوش اي اجزاء ميكانيكية الهارد ديسك بتاعك المتين ستة وخمسين دوت هيكون افضل حوالي عشرين تلاتين مرة من الهارد ديسك اللي هو فيه اجزاء ميكانيكية رغم ان ده اتنين ترى يعني حاجة يعني كبير يعني اول اتنين الفين جيجا بايت جيجا بايت الف ميجا بايت يعني حاجة يشوف يعني يا جماعة عندها بتتكلم ارقام خيالية في التسجيل بس اما ما حتيجي تسجل وتسجل فيديو بتاع الحاجات دي كلها تختفي هتبقى الحاجات دي كلها يعني دياءة عليك كمان يا طيب يبقى دلوقتي بالنسبة للكمبيوتر اختار البروسيسور بتاعي قوي كور اي سري على الاقل الرامات بتاعتي تمانية او ستاشر الهارد ديسك وده اهم ثالث عنصر ويمكن ده بيفرق كتير جدا الفرق ما بين الهارد ديسك الميكانيكي اعتقد الناس الخبراء في الكمبيوتر ممكن يصححوا لي المعلومة دات لو بتقرى مثلا 20 ميجا بايت في الثانية بالنسبة للدرايف الميكانيكي بالنسبة للس اس دي درايف انت بتقرى 250 ميجا بايت في الثانية شوف الفرق ما بين 20-30 لـ 250 قد ايه انت بتتكلم في 10-15 مرة ضعف السرعة بتاعة القراءة والكتابة الهارد ديسك الاس اس دي مش غالي دلوقتي بقى زي تمن الهارد ديسك زماني عشان كده الهارد ديسك كلها رخصة لان الاس اس دي نزل فما فيش اي سبب لأي حد يركب ديسك ميكانيكي دلوقتي خلاص كمان خمس سنين مش هتلاقي الدسك الميكانيكي ده في السوق حتى بيتباع يعني او لو لقيته يبقى نادر يعني الاس اس دي دا يا جماعة مهم جدا لان احنا محتاجين البروسيسور ياكسز المعلومة بسرعة يعني يوصل للمعلومة بسرعة ويبعتها لي تاني بسرعة فده حيسهلك حاجات كتيرة هنشرحها دلوقتي لما نخش الموضوع تثبت ازاي السوفتوير بتاعك بتاع الكمبيوتر كور اي سري تمانية او ستتاشر جيجا بايت رام اس اس دي درايف تين ستة وخمسين خمس سمية جيجا بايت خلي بالك كل مكان الدرايف كبير ماشي مش مشكلة ولكن لو انا حطيت حتى على المينما من يشغلي نظام التشغيل والسوفتوير بتاعي بتاع الموسيقى يشغله بس كل الستوريج كل التخزين انا هعمله برا على الدرايف ميكانيكا حتى تسجل انت تحط تخزن على الدرايف الميكانيكا او تجيب مثلا درايف تاني تقدر تضيف درايفات تاني برا اكسترنال اس اس دي برضو هيوصل لك برضو للمعلومة بسرعة وفيش اي مشكلة خالص فالافضل ان احنا فعلا يعني نجيب الهاردسك الاس اس دي اكبر ما يمكن ولكن ما ترهقش نفسك في البودجت بتاعته لانك ممكن تقسمها الهاردسك الاساسي اللي موجود جوه الجهاز الاس اس دي ده واتحاب عليه السستم بتاعي بتاع الويندوز او بتاع الماك واللي عليه البرامج الموسيقية بتاعتي ولكن التسجيلات كلها والفايلات بتاعتي بحطها على اس اس دي تاني بس اكسترنال احط الكروت رام زي مثلا والحاجات كلها الكروت الميموري دي احط عليها عشان دي مفيش مشكلة خالص ان انا اسجل عليها يعني برضو نفس سرعة الاكسس يعني هتبقى مش بطيق يعني تمام كده فده مهم جدا الموضوع ده الدرايف الرامات البروسيسور اهم حاجة وانت بتختار جهاز الكمبيوتر ممكن تلاقي لاب توب في المواصفات دوت وممكن تلاقي جهاز ديسك توب في المواصفات دوت طب اجيب ابل ولا ويندوز بصراحة التسجيل في الموسيقى ممكن لتنين ممكن لتنين مفيش اي مشكلة ولكن ابل في المجال ده اعلى سنة ابل في المجال ده اعلى سنة حتى لو جبت اه مثلا الاب توب او من الفين واتناشر وانت طالع الفين واتناشر حيبقى جهاز قوي جدا بالنسبة لك دولت يتسجل عليها مازيكة وتقدر تمال ايلي فيديو اديتين كمان زي ما انت عايزة. ف اه اه ابل حتى عشر سنين فاته او تمان سنين فاته هتلاقي الاجهزة بتاعتها قوية تستعمل حتى الان. في حين اللابتوب طبعا انت لو لابتوب من عشر سنين فاتوا ما اعتقدش هيبقى اه مناسب انك تستعملوا دولات فمحتاج دايما النزام بتاع الويندوز بيحتاج انك انت تشتري الاجهزة تكون حديثة نوعا ما ما تبقاش قديمة اول لان مش هتعرف تتأدي الاداء اللي انت عاوزه يعني. فبالنسبة للابل لو انت هتجيب اجهزة ابل سواء لابتوب او بصراحة بتبقى بطبقى اقوى. ابل بينزل معها مجاني اسمه عشان تقدر تعمل عليه الموسيقى بتاعتك وبينزل عليه مجاني اسمه اسمه على ما اظن بالنسبة هيخليك برضو مش مش محتاج انك انت تشتري اه تعمل عليه الا لو انت عايز تنط تنطق اعلى فبتجيب بقى لوجيك برو وبتجيب البرنامج اللي اسمه بالنسبة للفيديو يعني فبالنسبة للماك هو منخيره شوية سبقى سبقى الويندوز يعني لو 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 لقيت الجهازين هتلاقي واحد في المقدمة شوية والتاني بيحصلوا يعني. ولكن الاجهزة الويندوز كلها بتشتغل ومفيش اي مشاكل خالص ممكن تعمل عليها تسجيل صوتي وممكن تعملها فيديو والسوفتوير اللي بتكتب لها طبعا اكتر بكتير من السوفتوير اللي بتكتب للماك. اغلب الاستوديوهات ان لم يكن كلها الاستوديوهات اللي شفتها في بريطانيا بتستغل ماك. محدش بيشتغل ويندوز خلص كله بيشتغل ماك. فدي برضو ملحوظة يعني. في ناس كانت بتقول برو تولز برو تولز ده كان نظام بيستعملوه مثلا من مش من فترة طويلة يعني. ولكن كان النظام ده بيجي هاردوير انك انت بيعالج الصوت اسرع شوية. ومع بتاعه بيبقى اللي هو بتاع الاستوديو دوت. الهاردوير ده كان غالي قوي. كنت عشان تشتريه بتدفع مبلغ كبير يعني. دلوقتي بعد التقدم والتطور في الاجهزة اللي انتاجتها شركة ابل بتاعت اللابتوب وبتاعت الديسكتوب ويمكن حتى الويندوز كمان خلى السرعة بتاعت استجابة للمعلومات الاوديو والكلام ده كله مش محتاج انت البرو تولز ده خلص فالبرو تولز اختفى من الاستوديوهات دلوقتي خلص حتى حتى الناس ما بتفضلتش تستعمل الاجهزة بتاعتها القديمة لان عندك الاجهزة الجديدة كلها بالسوفتوير الجديد بالالات الجديدة اللي نازلة عليه والحاجات ده كل انظمة كلها اللي نازلة جديد فالبرو تولز ما بقاش هو الاطوب دلوقتي خلص بالعكس الناس بتخلص منه ايه. اول حاجة كلمنا عن جهاز الكمبيوتر. تاني حاجة انت محتاجة. السوفتوير بتاع تسجيل البرامج. طبعا لو انت اشتريت جهاز ابل انت حتبقى مضطر تشتري منتجات ابل بس. فمنتجات ابل بس مش هتلاقي العدد كبير قوي وهتلاقي الفلوس يعني بتدفع فلوس فيها. فبالنسبة للابل تجيب بقى لوجيك برو. فطبعا عاملين برنامج يعني اغلب المنتجين بيشتغلوا فيه واغلب كليات الموسيقى هنا بتدرس عليه. اه برنامج تاني قوي اسمه كيو بيز. هو المنافس للاوجيك برو اكس في في السوق. البرنامج ده ممتاز جدا وقوي جدا وام ده لوحده برنامج الماني اساسا. فالبرنامج ده يعني من 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 البرامج العطيقة والاصيلة في بتاعت الموسيقى وكل الاستوديات عندها نسخة منه. حتى لو كان عندك نسخة من اي برنامج تاني بيبقى عندك نسخة من الكيو بيز دوت. اه عندك بالنسبة الناس اللي بتشتغل في الويندوز هتلاقي كيو بيز نسخة ويندوز برضو. وحتلاقي مجموعة كبيرة جدا بقى من السوفتوير نازل للويندوز اعتقد اهمهم برنامج تاني اسمه سونار. او النسخة بتاعته المجانية اسمها كيك ووك. احنا عملنا حلقة يا جماعة اسمها مجاني في المنزل. البرنامج ده انت ممكن تحمله ببلاش لان شركة كيك ووك اتباعت لشركة تانية او حاجة اناش عارف ايه قصتها بالزبط. ولكن اه اه حصل ان الشركة على الموقع بتاعها ملاقيتش حد يستعمل السوفتوير بتاعها ده فراحت بنزله ببلاش. السوفتوير ده كان بيتباع بفلوس من خمس سنين مسلا ولا حاجة. نزلته ببلاش سنة اللي فاتت. فانا انصح كل الناس تروح تحمله بسرعة قبل ما يتباعوا لحد تاني او الموضوع يختفي يعني. فبرنامج مجاني هيكفيك جدا انك انت تشتغل في البيت بالستوديو بتاعك. حلينا المشكلة ديت فيها كمان برنامج تاني اسمه ده متطور ببسطة متطوعين وناس كتير اشتغلت على البرنامج دوت وبقى برنامج في صورة ممتازة جدا تقدر تسجل به في البيت مفيش اي مشاكل خالص انك انت تستعمله يعني. البرامج المجانية انصح بيها طبعا. ايه وعتستعمل البرامج اللي معمولة بالهاكرز والكراك والكلام ده كله مليانة فيروسات واخلاقية ما ينفعش انت بتسرق حاجة مش مزبوطة. فالبرامج المجانية والكلام ده موفر لك كل اللي انت عاوزه فليه تسرق يعني واخد بالك. فبالنسبة اتحلت مشكلته بالنسبة لك خلاص انت خلاص دوت. في برنامج تاني انت هتحتاجه برضو اسمه اوداسي ممكن تستعمله في البرنامج ده بيعمل ملف واحد تقدر تشغل عليه وتقدر تستعمله انك تحط عليه التأسيرات وتمستر عليه. ما فيش مشكلة انك تحمله وهو مجاني وكمان برنامج بتاعت الاوديو وحطينا برضو اللينك بتاعه في الحلقة بتاعتنا بتاعت استوديو مجاني. حلينا مشكلة حلينا مشكلة طيب وبعدين انت كده خلاص ما ما حلق يعني فضل الات الموسيقية. طب انا عايز الات موسيقية برضو كبانجات وبيانوهات وحاجات جميلة جدا. هنعمل بازن الله حلقة عن السوفتوير اللي انت ممكن تنزله على السوفتوير بتاع الاستوديو عشان تقدر تستعمل الالات الافتراضية وكده فتابعوا الحلقة دي لما تنزل ان شاء الله. حلينا السوفتوير مشكلة السوفتوير وحلينا مشكلة الكمبيوتر. ايه اللي انا هحتاجه تاني. هتحتاج مايكروفون. هتحتاج مايكروفون والمايكروفون ده هيتوقف عليه انت عاوز تستعمل الاستوديو بتاع البيت ده في ايه? لو انت هتستعمله استعمال خاص بيك انت. مش محتاج انك انت تجيب ميكروفون غالي. فيه ناس بتروح تجيب ميكروفونات بالافات عشان تعمل بيه صوتها بس. انت مش محتاج الكلام ده كله. مايكروفون دايناميك من شركة مسلا ده ممتاز جدا مفيش اي مشاكل. ممكن تجيب ميكروفون زي اللي انا بسجل بيه الحلقة دات اللي هو اي كي جي وان ثاوزن سي. ده ده جميل جدا. تسجل بيه صوتك. تسجل بيه الات. تسجل بيه اللي انت عاوزه. عينفعك في كل حاجة. مفيش اي مشكل منه خلص. وده كندنسر. اه ممكن تجيب مايك اقل منه شوية. بقيمة مسلا مايه وعادل تلاتين لخمسين دولار. مفيش اي مشكلة خلص. هتسجل بيه لانت عاوزه. سواء الموسيقية او سواء صوتك انت. لو انت حتنط سنة شوية في شغلك انت وعايز تبقى احترافي نوعا ما. ممكن تجيب المايك اللي احنا قلنا عليه الرود ان تي وان اي. ده خلاص ده يعني العظمة بتاعت بيسموه الهايكل العظمي بتاع استوديو في البيت. يعني يعني الناس اللي بتعمل شغل احترافي برا بس من بيوتها بتشتري المايك ده ان تي وان اي. ده مشهور جدا. وفي حاجات كتيرة طالعة دلوقتي ممثلة لي في القوة. شركات كتيرة بتنفس بعضيها برا دلوقتي. بس السعر هيبقى في حدود مية وعشرين مية وتلاتين دولار تقريبا. فيعني هو ده التمن اللي انت بتتكلم فيه على مايك يكون موزون كويس جدا انك انت تشتغل بيه حاجة شبه احترافية في البيت يعني. اه هتحتاج مسلا لو انت عايز بقى في المستوى العالي هتحتاج اكيد المايك الانتي وان اي ده وممكن تجيب كمان مايك او اتنين من المايكات اللي هي عشان تقدر تسجل بيها لآلات موسيقية في وقت واحد مع صوت اه مضرب مسلا او مسلا تجيب مجموعة مايكات من المختلفة من المايكات الكندنسر ومن المايكات الديناميك بحيس انت لو جاء لك مجموعة في البيت يسجله اه 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 مسلا انواع من الموسيقى مسلا وحاجة تبقى انت جاهز انك ممكن تستعملها معهم هم بيعزفوا كلهم في نفس الوقت وبيغنوا في نفس الوقت فيب عندك كمية كبيرة من المايكات فانت هتحتاج شوية انك انت تعلي القيمة بتاعتك كستوديو في البيت لانك انت هيجيلك ناس تأجر وعايزين يسجلو طيب تحلنا مشكلة المايكات اللي انا ادخل بها الصوت طبعا كل مايك من دول هتحتاج له ستاند حامل والمايك الكوندنسر هتحتاج له الحامل اللي هو المعلق دوت اللي بيمنع اتزازات الارض والاسوات بتاعت الضوضاء من الارض تنتقل الى المايك فانت هتحتاج الكلام ده كله محتاج كل الكوندنسر مايك مايكروفونز هيبقى عندها اللي بتحطه قدام المايكروفون عشان يمنع حرف من الطاقة بتاعته تخش جوه المايكروفون وتعملك دستورش فانت هتحتاج لكل المايكات الكوندنسر الحاجات ديت تمام كده خلصنا المايكروفونات تالت اهم حاجة هدخل المايكروفون فين ما انا محتاج اوصل صوت المايكروفون للكمبيوتر محتاج جهاز اسمه لا خلاف على انك بحتاجه كان بقى يا دي اللي احنا هنتكلم فيه ممكن تجيب لو انت هتسجل شغلك انت بس تجيب واحد زغير جدا يكفي لالة واحدة او قلتين بكتير يعني اغلب دلوقتي بتبدأ من اتنين يعني مدخلين ان انا اسجل في نفس الوقت محتاج المدخلين هسجل الالة ومايكروفون قدامي. الاجهزة دي ممكن تكون مسلا دي شركة مشهورة تنتج الاجهزة الخيصة وكل حاجة هي بس نفس بتاعت الاجهزة الغالية بس معمولها في الصين بطريقة تانية فبتنتج الحاجات دي بسعر يعني الناس كلها بتستعملها بتاعها سبعين تمانين في المية من اعلى حاجة خلص مش مشكلة ممكن تستعمل في الحاجات دي وتنتج كويس ما فيش اي مشكلة خالص ممكن تجيب ميكسر حتى صغير بيرينجر تلاتة اربعة حاجة صغيرة كده وهيقوم بنقل الصوت بس يكون يو اس بي يعني يكون الميكسر دي يو اس بي للصوت للكمبيوتر لو انت في مستوى انك انت بتسجل شغل لمعقول شوية وكويس ليك انت هتحتاج جهاز اوديو انترفيس متوسط القيمة وعالي الاداء متوسط قيمة علي اداء انا مش هقدر ارشح احسن من الجيل ده تعملوا حوالي مية وعشرين دولار للجيل التالت الجيل التاني هتلاقيه مسلا بمية دولار ما تجيبش الجيل الاول مش مش بسبب انه هو وحش ولا حاجة لأ هو بسبب ان الجيل الاولاني كانوا التفاصيل بتاعت الصوت كانت تنين وتسعين كيلوهيرتز مسلا التفاصيل بتاعت الجيلي تاني مية تنين وتسعين. فبينقلك كده بالزبط عامل زي بتاعة الصور بتاعة الفوتوغرافيا. كل ما كانت التفاصيل اكتر تقدر تشتغل عليها. فالجيلي التاني والجيلي التالت يعني كويسين جزايا بعض. ما فيش اي مشكلة خالص انك انت تقدر تجيب الجيلي التاني وتالي. انا نجيبش الاول. لانك انت ليه دلوقتي تجيب حاجة قديمة مع ان في حاجة جديدة طلعت احسن منها دلوقتي. وبيح تشتريها بنفس التمنى. فبالنسبة هتجيب فيه كمان اه سكالت اعلى شوية هتلاقي ممكن ناس تجيب اجهزة اعلى من كده. لو انت بقى تشغل الاحترافي بقى هتضطر تجيب اجهزة مسلا ليه? لان هيبقى عندك اربع جايين يسجلوا فرقة مسلا. فانت ليه بقى عندك اربع مداخل تقدر تسجل بيها. في حل تاني اقدر استعمله ان انا هجيب او هجيب اي اه او محتوى محترم في هذا السعر. في هذا الرينج. وهجيب او اجيب اشتغل اوديو انترفيس. الميكسر ده طبعا انت رجيبت ميكسر اجيبه تمانية مسلا. فدقوا تتدخل تمانية في الوقت نفسه. ولكن المداخل اللي هتخش على الكمبيوتر يبقى اتنين تلاتة اربعة بالكتير. اخي بالك فانت لازم تبقى فاهم انت بتدخل ايه? يعني انت ممكن تسجل لهم وتثبت الصوت عالميكسر دلوقتي مزبوط. بس انت هتدخل حاجة للكمبيوتر دخل على اربعة بس. فانت تبقى عارف بالزبط لان الغلطة اللي هتعملها لو غلطتها مش تقدر تفصل الالات عن بعضها بعد ما بتدخل وتوطي اله وتعلي اله تانية. فلازم تبقى عارف انت بتعمل ايه بالزبط. في ميكسرات حديثة جدا طلعة دلوقتي بتعمل تمانية وستاشر كمان تدخل للكمبيوتر. لو تقدر ماديا انك تدفع تمن جهاز من دول. بكل الاحوال الميكسر هيبقى افضل بكتير جدا من انك تجيب لوحده. وتجيب بعد كده الواحدة. فالميكسر اللي هو بيعمل لك كل الهصة دي كلها. وتمنوا اغلى شوية. انت لو انت هتعمل شغل احترافي. بتهيألي لازم يبقى عندك في البيت. سواء كان ده انا لو بتدخله بعد كده على او نفسه بيشتغل شركة يا ماها عاملة ميكسرات هيلة جدا في شركة عاملة ميكسرات هيلة جدا. اه مش عارف هقول مركات يعني عشان الموضوع مش مش انا مش آآ اعمل اعلانات للشركات يعني. انت ممكن اللي هيحصل هتخش بالزبط وتخش على جوجل وتدور على ميكسرات الشركات اللي بتشتغل كاوديو انترفيس كمان او فيها يو اس بي ان انا اقدر احملها على الكمبيوتر وتشتغلي اوديو انترفيس الوسطى ما بين المايكروفونات بتاعتي وما بين الكمبيوتر. طيب اقدر اسجل على المايك بتاع اللاب توب او الجهاز الديسك توب من غير اوديو انترفيس. انا بقول لك لا مش هتعرف هتسجل بس الكواليتي وحشة او هتسجل وهبقى فيه اللي هو التأخير هنشرحه بعدين لما نيجي ندخل في ضبط السوفتوير بتاعي انه هتلاقي الصوت اللي انت بتسجله بيتأخر على ما تسمعه تاني وانت بتسجل مش الطرف تعمل حاجة فيها. فعشان تسجل صوت بمايكروفون او آلة موسيقية دخلة للكمبيوتر هتسجل باوديو انترفيس. انت محتاج اوديو انترفيس. بيتراوح تمنه من الرخيص فيه اربعين دولار تلاتين دولار. الغالي فيه انت ممكن توصل خمسمائة وستمائة دولار لو انت عايز ولو هتجيب هيكون بالف دولار مسلا الفين دولار تلات تلاف دولار. ده السعر بتاعه اللي بي حسب طبعا طاقة بتاعك او قوته او الاداء بتاعه. بس في اللحزة دي انت هيبع عندك استوديو احترافي جدا في البيت. اخر حاجة هتحتاجها هتحتاج حاجة تسمع عليها اللي انت بتعمله. وحاجة تسجل بيها تسمع وانت بتسجل. مش كل التلات بتاعنا هيحتاجوا الهيدفونز. الهيدفونز دي لو انت عايز تستعملها في التسجيل وتستعملها في كمان هتجيبها مقفولة من ورا بحيس انك انت الصوت مايتسربش من السماعة وانت بتسجل في المايكروفون. لو انت هتعمل الموضوع اعلى شوية هتسجل بواحدة بحيس انها تفصلك عن العالم الخارجي تماما وتسجل بيها. بس لما هتيجي تعمل مثلا يفضل انك انت تجيب الوحدة المفتوحة الظهر عشان تبقى سامع اصوات برضو معاها صوت المزيكة زي الوضع الطبيعي اللي الناس هتسمعو لما تسمع اللحن بتاعك او الكلام ده كله. فبيفضلوا في وفي انه هم يستعملوا بيسموه او الظهر المفتوح. انما في التسجيل بتبقى عشان ما تصربش صوت يطلع في الموكروفون تاني وانت بتسجل. دي سامعات الهاتفون انت هتحتاجها للكاتيجوري الاولاني والكاتيجوري التاني اللي انت هتعمله. لو انت في الكاتيجوري التاني وعايز تزود شوية البدجت بتاعك ممكن تجيب جوز حلوين جدا بيسموهم الرفرنس مونيتور. الرفرنس مونيتور اللي انت هتحتاجه ده يعني ايه الرفرنس مونيتور? يعني انت هترجع له انك انت تعرف انت شغال ازاي. اه المونيتور ده طبعا بيبقى الكوالة بتاعه اعلى شوية من السماعات العادية اللي الناس كلها بتسمع عليها. وبيجيب لك التفاصيل من اقل اه رينج عندك في الموجات الصوتية الاعلى رينج تقدر تسمعه الازن البشرية. فانت طبعا مفيش جهاز تسجيل او جهاز عز فهيعمل كده للناس العادية يعني. فطبعا لازم تبقى اخد في بالك انك انت الرفرنس مونيتور ده انت ما انت هتستعمله فانك تعمل بتاعك وتعمل المسترينج بتاعك. بس بعد كده انت هتحتاج تشغل ده على كازا جهاز عشان تبقى عارف الناس هتسمع ايه؟ تشغلوا على جهاز فون. تشغلوا على الكاسة العربية. على جهاز العربية. تشغلوا على جهاز هاي فاي مسلا زي بتاع زمان دوت. عشان تسمع الناس هتسمع ايه يعني. فده بعد ما بتخلص والتجربة على الاجهزة دي. وممكن يكون عندك الاجهزة دي عندك في animated. تجرب عليها بعد كده. لو انت في الكتير اولا تسجيب سماعة واحدة وتقدر تعمل عليها المستر بتاور عيه كل حاجة. بالنسبة للكاتيجوري التالتة بتاعت الستوديو انت محتاج المونيتورز ديت طبعا. محتاج الكلام دوت. ومحتاج مش سماعات واحدة بس. محتاج مجموعة سماعات. على العدد اللي انت هتقدر تسجله بتعلن انك انت تقدر تسجله في نفس الوقت. لو جالك تمانية يسجله في نفس الوقت. محتاج لكل واحد منهم سماعة. فانت لازم يكون عندك قطقم سماعات محطوطة عندك في مخزن او محطوط عندك انت في دولاب او في اي حاجة بتطلحها على العدد اللي هيسجله عندك في كل واحدة طبعا بتبقى المهندس الصوت القاعد او بيقدامه بتاعه عشان يقدر يقيس عليه. آآ فكل ما انت هيتقدم بيك شوية الستوديو هتعمل له تجاي انت محتاج الضبط دوت. احيانا الناس كمان بتجيب آآ زغير لان كل السماعات دي مش تقدر تدخل على بتاعك بالكتير ادخل من الزغيرين دول بدخل سماعتين. واخد بالك فانت محتاج انك تفصل الاشارة بتاعت السماعات ديت بجهاز بري امب بيسموه مكبر صوتي للسماعات ويشيل بقى تمانية يشيل عشرة ستاشر زي ما انت عايز وبتوصل بالسماعات دي كلها ومن الممكن كمان تجيب شوية اجهزة للاستوديو بتاعك زي بيسموها آآ سنيك يعني آآ السنيك ده تعبان عبارة عن آآ بكرة ملفوفة عليها اسلاك كتير 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 جيد تخش عندك عن بتاعك بس بتطلع في الاخر في بوكس بتقدر تدخل منه الامبوتس المختلفة ليك فانك انت اساسا الناس هتبقى بعيدة عن الميكسر وانت بتسجل لهم ده انت ممكن يكونوا عادين في قوضة تانية فانت لازم تبقى عامل الوصلات دي كلها تدخل من منطقة التسجيل لحد الميكسر فلازم كل الناس دي تبقى جابهم من ديت بيحطوا جواها الجاكات بتاعتهم اللي هي بتاعت المايكروفون وبتاعت الالات الموسيقية وبيسموها وكده بتحط الكلام ده كله وكمان بيبقى عندك بوكس مخصوصة للسماعات لان ممكن يكونوا قاعدين كلهم في منطقة تسجيل فمحتاجين جزء يكون من السماعات بتاعتهم وصلالوا كفاية ان هم يتحركوا بالسماعات بتاعتهم في الاماكن اللي بيحودوا فيها فطبعا لازم تبقى عامل تصميم كويس للموضوع ده وعارف انك انت هتحتاجي الاجهزة بتاعت التوصيلات دي اللي هتنقل الاسوات دي من عندهم لغاية الميكسر ومن الميكسر اللي عندهم لو هيسمعوا في الهيد فونز فانت لازل بعمل حسابك على حاجات دي لو بتعمل الستوديو تجاري عندك في البيت اخر حاجة العزل انت محتاج تعزل الصوتيات بتاعت القوضة بتاعتك ولا لا لو بتسجل في البيت لنفسك او لمستوى حتى احترافي نوع عمال لنفسك مش محتاج تغير اي حاجة في القوضة خليها زي ما اياه كده اه تسجل في قوضة بعيد شوية عن الضوضاء يعني نقي قوضة في البيت بتاعك تبقاش عالشارع تبقى جوة شوية فما بقاش فيه ضوضاء ايه في الباب عليك وانت بتسجل بيش اي مشاكل اه لو انت عايز تعمل صوت يعني هادي خالص مفيش اي ارتداد للاسوات يا اخي حوط المايكروفون بستند كده ولا حاجة وحط عليه بطنية ايه بطنية من بتاعت الدفع بتاع الشيطة دي يا حط عليه البطنية دي هتعزل المايكروفون عن الارتدادات الصوتية اللي بتيجي من الحيطان وهتعزل الصوت دي كمان مايرتدش للحيطة وبتاع فحط البطنية وراها محوط المايكروفون كده وخلي ناحية واحدة اللي انت بتسجل فيها الحيطة اللي وراك انت ممكن تحط برضو بطنية عليها وانت بتسجل بحيس انك انت مايرتدش حتى من وراك الصوت تاني ويرجع تاني للمايكروفون فمش محتاج انك انت تعمل عزل صوتي للغرة فيها لو انت هتعمل الستوديو بطريقة احترافية انت محتاج الناس تسجل مش هتعط بقى الناس تبقى قاعدة وتروح هتطلهم بططين يتدفوا وحوالين حوالين راسهم لا طبعا وممكن تكون انت محتاج ان القوضة تبقى في درجة الحرارة اقل شوية واخد بالك محتاج كمان يكون فيها تكييف لو انت عندك يعني بوجيت عالية شوية تحط تكييف كمان في القوضة من غير صوت يعني التكييف بيشفت بس من ناحيتهم ويطلع الهوى البارد وانت عندك الجهاز نفسه في القوضة بتاعتك انت مش مشكلة قط التسجيل يعني قط التسجيل تبقى ما فيهاش صوت خالص فحاولناك انت تستعمل بلوكات كده بيعملوها عاملة زي مسلا كاراتين البيض كده بتاعت زمان بس معمولة من مادة فوم الحاجات دي تتلزق على الحيطان ورى الحتة اللي فيها المايكروفون وتتلزق كمان في لان بزات البيز صوت البيز بيتعكس في اكتر من البيت المش عارف لي يعني فبتحطه في بحيث بتغير مصار الصوت يا اما تمتصه يا اما تعكسه لتشتته في القوضة يعني فما يبقاش اساسا الصوت بينعكس ويأثر على التسجيل اللي انت بتسجله دوت فانت هتحتاج لو انت هتعمل الاستوديو احترافي شوية لازم تبقى القوت بتاعتك مقبولة صوتيا ما بقافش ارتدادات علشان الناس اللي بتسجل ديت ما تبوز لهم الشغل بتاعهم الناس يدفع فلوس فطبعا لازم الناس يتاخد كواليتي اعلى شوية من ان لو كنت هتسجل لنفسك طبعا لو بتسجل لنفسك انت بتقدر نوعا ما تتحكم في انك انت تطلع صوتك الى بتاعك والتي بقبولة جدا وتستعمل لها محدش ياخد باله اني مسلا مش مسجلها في بيئة معزولة صوتيا تقريبا كده احنا نبقى غطينا الموضوع ده كله طب التكاليف انا الاسف مش عارف الاسعار بتبقى في كل بلد ايه بالزبط ولكن انا ممكن اديك اسعار يعني تقليدية يعني بالنسبة للاجهاز اجهزة اللابتوب مسلا انت بتتكلم على مسلا من ربعمائة لخمسمائة دولار مسلا هيبقى الجهاز المعقول الكويس اللي قدر يشتغل ويشيل الحمل بتاع التسجيل بتاعك بتتكلم عن المايكروفون احنا قلنا لو انت هتسجل لوحدك المايكروفون بمية دولار عايز تتغير وتسجل اكتر من 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 مايكروفون عندك الاعداد اضرب زي ما انت عايز بقى احنا اتفقنا مية وعشرين مية وتلاتين دولار للمينموم وممكن تطلع لغاية الالفات لو انت عايز تشتري تالت حاجة المعقولة يعني الممتازة جدا في والكلام ده كله وفي التسجيل برضو هتلاقي في حدود من تلاتين لاربعين دولار مسلا اه ممكن تلاقي يقل بكتير جدا بخمسة دولار وتمانية دولار الهيد فونز اللي هتلاقي الهيد فونز يعني يعني وتقدر تقدي اي وظيفة ولكن مش هتبقى الافضل يعني بالنسبة للآآ الاجهزة مسلا بتاعة المونيتورز مسلا الاجهزة المونيتور اللي هتلاقيها معقولة وسعرها بودجت برضو يعني قليلة هتلاقي مسلا في حدود مية مية وعشرين دولار متين دولار للجود بودجت مونيتورز بعد كده انت ممكن تطلع لالفات لو انت عاوز يعني محترف يعني الاستندات الاستند من عشر على عشرين دولار استند الواحد بتاع المايك آآ السنيك ديت انت ممكن تجيب السنيك دي تمانها غالي شوية وممكن تفصلها انت انت اللي تعمل تجيب الجهاز البوكس وتجيب الكابلز كلها بتاعة الاكسل ار وتوصلهم كلهم وتربطهم في بوكس انت ممكن تعملوا انت بنفسك فيش اي مشكلة يعني آآ العزل الصوتي طبعا لو انت هتعمل فكرة البطاطين الصوتية او فيه بطاطين مخصوص بتباع للصوت يعني لو انت هتعمل البلانكتز ديت مش هتكلفك كتير يعني بمية دولار هتغرق الدنيا يعني لو انت هتجيب البلوكات دي البلوكات دي مسلا ممكن تلاقي البلوك الواحد مسلا عشر عشرين دولار مسلا وتقدر تشوف العدد اللي انت محتاجه عشان تعزل القوضة صوتين ازاي آآ مجاني احنا قولنا هنشتغل مجانا كده بال لغاية ما ربنا يفرجها علينا ما اعتقدش انك انت هتبقى محتاج حاجة تانية فالتجميعة كلها يعني انت بقى تفصل منها على القد اللي تقدر عليه وتقدر تطلع اللي انت تقدر تعمل بيها عندك في البيت آآ بالنسبة للماركات دي يعني آآ بالنسبة لل احنا اتكلمنا عنهم عاملين اجهزة كويسة جدا مش اي مشاكل بالنسبة للمكسرات عندك اليماها والماكي والساوند كرافت يعني شركات كتيرة وبيهرينجر عاملين برضو مكسرات حلوة ممكن تلاقي المكسرات ديت باسعار مختلفة من شركات مختلفة آآ بالنسبة مسلا للمايكروفونات المايكروفونات عندك شور واي كي جي ورود آآ شركات عاملة ممتازة جدا وفيه شركات كتيرة طالعوا وبتطلع اليومين دول كمان انت دور على الاخر اخر مقارنات بتبقى موجودة على اليوتيوب بين الانواع المايكات المختلفة ممكن تختار واحد وباهرينجر عاملة مايكات كويسة جدا فممكن تختار مايكات كويسة جدا بسعر كمان والناس عاملة كلها دلوقتي آآ حاجات مندي كتير حلوة كمان شركة حلوة جدا في المايكروفونات بالنسبة للسماعات آآ بصراحة السماعة اللي عندي ديت بصراحة انا جبت سماعة آآ وبصراحة انا مرتاح معها جدا يا سماعة ممتازة جدا رولاند عاملة سماعات كويسة عاملة سماعات كويسة آآ كمان بيرنجر عاملة سماعات كويسة فممكن تختار السماعات اللي انت تنسبك وتسمع بيها فيش اي مشاكل خالص بالنسبة لليفرنس مونيتورز مسلا انت هتلاقي اماها عاملة ام اوديو عاملة ريفرنس مونيتورز آآ بالنسبة للناس اللي ممكن كي ار كي مسلا لو عايزين يدفعوا شوية زيادة آآ هتلاقي ماكي عاملة ريفرنس مونيتورز بيرنجر عاملة ريفرنس مونيتورز كويسة جدا فيش اي مشاكل هتحتاج برضو كي بورد زي الاخت اللي وراية ديت باي حجب انت عايزها اتنين اكتاف اربعة اكتاف ستة اكتاف عايزها تمانية اكتاف هات تمانية اكتاف اللي انت عاوزه هتحتاج آآ الكي بورد ديت عشان تدخل بيها الاسوات للجهاز بتاع الكمبيوتر آآ اعتقد احنا غطينا كده جميع العناصر بتاعتي بتاعة الاجهزة والمستلزمات اللي انت هتحتاجها في الستوديو بتاعك واشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة